بعد 330 يوما من العدوان المتواصل على قطاع غزة ومحاولته خنق جميع مظاهر الحياة سارت المعاناة اليومية في القطاع المنكوب تطال جميع منح الحياة وعلى رأس القطاعات المتضررة تأتي الزراعة والتي كانت تعتبر العمود الفقاري للاقتصاد في غزة جراء القصف المستمر واستهداف قطاعات البنى التحتية من قبل قوات الاحتلال مساحات قاحلة هكذا بات حال الأراضي الزراعية في غزة مع طول أمد العدوان الإسرائيلي ومع افتراش النازحين الأراضي الصالحة للزراعة تضاءلت المساحات الخضراء وهو ما رفع أسعار المواد الغذائية وأدخل المزارعين في حالة من اليأس احنا استهلكنا كميات هائلة من الحطب كانت مزرعة زيتون لنا وتم قصي واستعمالها للحطب ولا الفورن طبعا بقدر أفرجيك الفورن عندنا فورنطينة وهذا كل دير بالك أثر علينا كثروة يعني من الزيتون والزيت اللي كنا أحنا نصرف حنا منه ومناكل لبيتنا كمان منه كل هيدا الثروة اللي عندنا كانت هيدا بتقدر تقول حين انتهت كانت زراعة ذات يوم هي العمودة الفقارية لاقتصاد غزة ومثلت مصدرا حيويا للدخل للعديد من المزارعين فضلا عن تأمين الاكتفاء الذاتي للقطع ومع تواصل العدوان زاد الطين بلة تأثر البنية التحتية بتصرب مياه الصرف الصحي إلى المياه الجوفية مما أدى إلى انتشار الأمراض تقول إن التربة قد تصحرت بفعل الحرب وإضافة إلى ذلك أن تسرب مياه المجاري التي انهارت وصول رشح كيميائي من القذائف أو فيزيائي كالأشعة إلى الخزان الجوفي لوث المياه الشرب وبالتالي هي ستصل بالتأكيد إلى فم المواطن أو إلى سلسلة الغذاء وبالتالي تكون سببا من أسباب ظهور أعراض مرضية خطيرة وأفادت موظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بأن أكثر من 57% من الأراضي الصالحة للزراعة في غزة قد تضررت وأن 33% من الصوب الزراعية دمرت وأن البنية التحتية الحيوية مثل الآبار تعرضت لأضرار فادحة تأثيرات العدوان ليست عسكرية فحسب بل طالت المجالات جميعها وستترك جراحها الغائرة ندوبا لأجيال عدة ترجمة نانسي قنقر